اهلا بكم كل اعزائي المشاهدين وكل اعزائي المتابعين اهلا بحضراتكم معانا في حلقة جديدة اليوم اهلا بكم من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي ومن كل مكان في الدول العربية الحبيبة والشقيقة مع بدايات دخول الشتاء وانتهاء الصيف وانتو عارفين الفترة اللي ما بين الخريف والشتاء بتبدأ فيها ظواهر غير طبيعية واحنا عارفين ومنبهين ان الشتاء هيخش هذا العام شتاء قارصا ولم يسبق من قبل واحنا بننبه من دلوقتي درجات الحرارة ممكن تصل في بعض الدول العربية الى سفر ولكن الطبيعة تكشر عن انيابها الطبيعة تكشر عن انيابها الان في بعض الدول وزلزال مدمر بقوة سبعة واثنين من عشرة يشق الارض ويدمر المنازل معانا كمان اعصار يوم القيامة يبدأ الان واجلاء الملايين وعاصفة سلجية نادرة وتجرف المنازل يلا بينا نشوف كل التفاصيل مع بعض وقبل ما نبدأ لازم نقول اللهم ارفع غضبك ومقطق عنا من اللي احنا بنشوفه في هذا العام وهذا العصر الغريب اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والحروب وانزر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين ويريد تقوله امين يا جماعة ساعدوني ان احنا نجمع مليون امين خلي صوتنا يصل الى السماء في هذا العام الغريب وربنا ان شاء الله ان شاء الله يعدي على خير الايام القادمة والظروف اللي احنا فيها اه كمان بفكر حضرتك بعمل اللايك وما تبقلش علينا به لان ده اللي بيخلينا نقدر نستمر وياريت وكون شاكر لك مقدما لو عملت اللايك دلوقتي عشان نركز وياللي جاي وكمان لو حضرتك عايز يوصلك كل جديد ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس وما تنسوش يا جماعة تشيروا الفيديو بقرر ده كتير علشان المعلومة تعم على الجميع ما توقفش عندك بس فياريت تعمل نشرة او شير للفيديو لاصدقائك وحبيبك على الفيسبوك وعلى المنصات الاخرى يلا بينا نبدأ اول خبر ونشوف التفاصيل مع بعض معانا هذا الخبر الان اوامر باجلاء او اخلاء للملايين اعصار قوي يضرب اليابان والموضوع اللي احنا بنتكلم فيه في عدة دول وهنوريكو بالتفاصيل دلوقتي بدأنا باليابان اخلاء الملايين بمعنى الملايين وهنقرأ التفاصيل ولكن عايز اوريكم وده جه الانذار يوم الاحد 18 سبتمبر 2022 امبارح بالامس وبرده عن اليابان الاعصار الخطير يضرب جنوب اليابان وتوكيو تتأهب وده برضه كان مساء 18 سبتمبر 2022 والاعصار ده مسمينه الاخطر واعلى درجة تحذير درجة خمسة وهيبدأ الاعصار يخش على اليابسة وهنا بس مباشر اعصار نمدول الخطير يضرب اليابان ويجلي الملايين ويوم 18 تسعة برضه والاعصار ده قلنا خطير جدا جدا ولو شفنا الشكل بتاع الاعصار وهو بيتكون في البحار وهيخش على اليابسة فشكل الاعصار خطر جدا 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 فربنا يسر ويعديها على خير على كل سكان الكرة الارضية بالكامل مهما كانوا لان الانسانية هي التي تعوم نقرأ بقى التفاصيل بتاع الخبر طلبة طلبة من ملايين الاشخاص بالمناطق الوقعة في غرب وجنوب اليابان بمغادرة منازلهم جراء اعصار قوي غير عادي تسبب فيه عواصف قوية وهطول امطار غزيرة وذكرت هيئة الازاعة والتلفزيون اليابانية على موقعها الالكتروني اليوم الاحد انه تمت دعوة حوالي تمانية مليون يا جماعة تمانية مليون اسرة تمانية مليون اسرة يعني اضرب كل اسرة في 3 اربعة يعني نخش في 30 مليون ولا حاجة كما دعتهم الى الاحتماء كما تأثرت حركة السكك الحديدية والطيران حيث تم الغاء خدمة القطارات والرحلات الجوية ورحلات العبرات لحين انتهاء العصفة وحتى بعض المتاجر البقالة التي يتم فتحها بشكل عام تول ساعات العمل وتعتبر شريان المطارات اغلاقت القطارات اغلاقت المواصلات والكهرباء اغلاقت فده كارثة في اليابان وما بتحصل بالطريقة دي عارفين ان اليابان بيحصل فيها عصير بس عمرها ما كانت بهذه القوة وضرب الاعصار الرابع عشر لهذا الموسم اليابسة في جزيرة كيوشو رئاسية بجنوب غرب البلاد القريبة من مدينة كوشيمة حزبما افادت هيئة الارصاد الجوية وتحدثت ان اتش كي عن اصابات متفرقة لكن لم تر التقارير بشكل اولي عن وفيات او اضرار وحذرت هيئة الارصاد من خطر هبوب رياح قوية غير مسبوقة رياح غير مسبوقة يعني ما حصلتش قبل كده وامواج عالية وانهيارات ارضية جراء هطول الامجار بغزارة وفي وقت صابت اصدرت الهيئة تحذيرا باعصار شديد لمقاطعة كذا والواقع في جزيرة كذا التي تضرب تضررت بشدة وسعى الالاف للاحتماء بملاجئ الطوارئ هناك يوم الاحد في ذلك مقاطعة ميازيكي المجورة بالنحية اخرى انقطعت القهرباء بشكل مؤقت عن الاف الاسر حيث انقطعت القهرباء بالفعل عن حوالي تمانية وتسعين الف اسرة ومن المتوقع ان ينتجه الاعصار الذي يتحرك ببطء نحو الشمال الشرقي للبلاد مصحوبة بامطار غزيرة الى جزيرة كذا بما في ذلك العاصمة توكيو هنا بقى توكيو العاصمة الاقتصادية والاساسية لليابان توكيو مرعوبة جدا لان لو دخل الاعصار ممكن يدمر مصانع ويدمر اجهزة ويدمر الكهرباء وتوكيو هي اساس اليابان في كل النواحي الاقتصادية وهنا نفس الكلام وتوكيو تتأهب لان توكيو مستنية دخول الاعصار هو ما دخلش الغاية دلوقتي ولكن يعني توكيو عندها حذر غير عادي وعمل اتنى التحذير وتوقعت الهيئة هطول امطار غزيرة يبلغ منصوبها خمسين سنتيمتر بحلول منتصف نهار الاثنين اللي هو بكرة محذرة من فيضانات وانهيارات ارضية كما حذرت سكان المنطقة المنكوبة من مستويات غير مسبوكة من الرياح والامواج العاتية وحثتهم على الاخلاء مبكرا ولم تعلن السلطات المحلية حتى الان وقوع اضرار جسيمة وهنا اليابان على موعد مع احصار خطير جدا جدا وفي محافظة كزا التي تمررت بشدة لجأ اكثر من تسعة تلاف شخص وقلنا نفس الكلام ده ولكن احنا هنتابع دخول الاعصار في توكيو وماذا سيحدث في توكيو لان يعني في تحذيرات غير عادية عن موضوع توكيو وهنا بعد قلنا الصور على الاعصار وهو بيتحرك واجلاء نحو مليونين شخص هما موصلوا لتسعة مليون لغاية دلوقت يا جماعة اللي اجل وهنا مناظر لبعض الاشكال من الاعصار وهو بيتكون من الاقمار الصناعية وطبعا شايفين الاشكال الخطيرة بقى دي فربنا يعديها على خير وندعو لجميع سكان البشرية من الضمار ومن الكوارث الطبيعية وقلنا لازم نقول مع بعض اللهم ارفع غضب قمكتك عننا وقلوا امين في كل لحظة وهنا الرياح وقال المسؤولون ان رياح انتصل سرعتها القصوى مية وتمانين كيلو متر في الساعة يعني العربية اللي بتمشي بها بسرعة مية كيلو ولا مية وعشرين بتقول انا بطير تخيل مية وتمانين كيلو متر في الساعة وممكن تصل ذروت لما ومية اتنين اتنين وخمسين كيلو متر في الساعة او مية ستة وخمسين ميل يعني مية اتنين وخمسين كيل يعني ضمار هتشيل قصادها الرياح كل شيء ممكن اا تجدوا امامها فنقول ربنا يرحمنا من القادم على الارض ويرحم بلادنا واولدنا واوطننا من هذه الغضب لان هذا غضب من الله سبحانه وتعالى وهنا نشوف الغضب كمان على مين على الاسكا في امريكا عصفة نادرة نادرة ما بتحصلش تضرب الاسكا في امريكا وتجرف المنازل البيوت بقيت تمشي اكنها يعني بيوت كارتون على الارض فيلا نشوف ده وقبل ما نشوف فيها جماعة بالنسبة الامريكا وغضب الله على امريكا فيه فيديو مهم جدا لازم تشوفوه هحطه فوق يعني بص فوق هتلاقي ظهر اللينك بتاعه الفيديو ده عن الخطة اللي عملاها امريكا لقتل زعماء العرب والتلاعب في الانتخابات داخل الدول العربية والوطن العربي والقاء قنابل على الدول العربية فياريت تشوف الفيديو الفيديو مهم جدا 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 فيديو جديد نزل مبرح بالليل مهم جدا لازم تشوفو بص فوق هتلاقي اللينك نزل هو بص فوق دلوقتي هو ده اللينك ياريت تخش عليه وتشوف الفيديو ده مهم اوي هنا عصفة نادرة تضرب الاسكا وتجرف المنازل وده كان مبارح 18 سبتمبر ونشوف ايه الحصل افادت خدمة الارصاد الجوية الامريكية بان عصفة نادرة نادرة القوة تضرب غرب الاسكا قد تسببت في تشكيل امواك ضخمة وفيضانات ادت الى جرف منازل وكتبت الارصاد الجوية على تويتر بقايا اعصار ميربوك تضرب غرب الاسكا خلال عطلة نهاية الاسبوع مع امواك شديدة وهبوب رياح بقوة اعصار مضيفة ان الفيضانات ستزداد شدتها لسه كمان بتتكون وقال الخبير في المناخ بجامعة الاسكا ريك ثومان كزا هذه بلا شك اقوى اقرى اقوى عاصفة نشهدها بمطلع الخريف اه في بحر كزا خلال السنوات الخمسين الاخيرة يعني من خمسين سنة لم تحدث هذه العاصفة فشوفوا غضب الله وقول الحمد الله طول ما انتقعت وقول الحمد الله ان احنا عندنا مشاكل مادية ومالية شوية لكن حمد الله ان احنا ما عندنا هاش هذا الغضب في قرية غلف السياحية المياه تحيط بالمدرسة والمنازل فاضط وهناك منزلان على الاقل عائمان بحسب مقالة الخدمات البلدية تاني اكبر مدن الاسكا وتظهر الصور المنشور على وسائل التواصل الاجتماع اضرار جسيمة ونشرت ان مقطع فيديو يظهر منزلا يطفو على نهر قبل ان يعلق تحت جسر وتم تسجيل هبوب رياح تصل سرعتها الى مية خمس وربعين كيلو متر في الساعة وفقا لخدمة الارصاد الجوية الامريكية التي تتوقع ان تهب رياح اخرى لسه هم كل ده تحت العاصفة وقدينا شايفين الصور بتاعة العاصفة التلجية ويعني الدنيا عاملت ازاي وهنا ده ده مش حياة محدش يقدر يعيش مهما كانوا متعودين ولكن ما كانتش بالطريقة دي وطبعا قلنا فيه فيديوهات ما نقدرش نجيبها يا جماعة علشان حقوق الطبعة والنش تعال بقى نشوف لحظة وقوع زلزال عنيف بقوة سبعة واتنين من عشرة رختر جنوب تايوان يعني احنا من اليابان لامريكا لتايوان زلزال سبعة واتنين من عشرة شق الارض وقع الاتراط وهوريكوا صور خطير جدا 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 لما حدث في هذا الزلزال وشوفوا هنا البيوت بتنهار والدنيا بتتدغدغ وبتتدمر بسبب هذا الاعصار هذا الزلزال سبعة واتنين من عشرة جماعة ده ضمار ولسه حتى الان اللحظة اللي انا بكلمكم فيها في توابع لهذا الزلزال وهنا الارض انشقت ازاي وفي كبار بالكامل بصوا الارض انشقت وفي كبار بالكامل وقعت في كبار بالكامل وقعت فنقرأ بقى بيقول ايه وطبعا معانا نفس العنوان تاني رعب وهلع اللحظات الاولى لزلزال مدمر ضرب تايوان وبصوا البيوت بقت عبارة عن شوية خردة وطوب فوق بعض وكل اللي اقولهولك قبل ما نعد نتفرج على الكلام ده تقول الحمد الله الحمد الله لان كمان بعد هذا الاعصار في تهديدات كبيرة جدا ان ممكن يحدث تسنامي هيأثر ويدمر كل الدنيا وهنجيب لكم الاخبار دلوقتي ولكن عايزك تقول الحمد الله على ما نحن فيه نقرب رصدت عدسات الكاميرات لقطات مرعبة توصق حدوث وقوع زلزال عنيف جنوب شرق تايوان والتي بلغت قوته على مقياس رختر سبعة واثنين من عشرة درجة وذلك وفق ما افالت هيئة المسح الاجيولوجي الامريكية وسجلت هيئة المسح الاجيولوجي الامريكية سابقا حجم الزلزال عند سبعة واثنين من عشرة قبل خفضه الى ستة وتسعة من عشرة متابعا انه بناء على معايير الزلازل الاولية من الممكن حدوث موجات تسونامي قطيرة للسواحل الوقع على طول تلتمية كيلو متر من مركز الزلزال واثدرت وكالة الارصاد الجوية اليابانية تحذيرا من حدوث موجات مدعاتية تسونامي في جزيرة كذا بحر الصين الشرقي اليوم الاحد في اعقاب الزلزال الذي ضربه وكذا وفي السياق ذاته اعلنت السلطات اليابانية حالات طوارئ القصوى لمواجهة اعصار يعني في تايوان زلزال مدمر واليابان اعصار مدمر وطبعا هنا اعصار ما دول اللي احنا تكلمنا عليه من شوية الاخطر منذ عقود اللي هو في اليابان وخايفين يجي تسونامي من ناحية تايوان بسبب الزلزال واعصار يتحول لتسونامي في اليابان ويبقى اكيدنا احنا شايفين يوم الايامة اصدنا بالطريقة دي وهنا نشوف قالوا ايه يوم 18 امبارح بالامس بست وسائل اعلان اللي قلنا اللي درب وبلغت قوته كذا وبست قناعة تلفزيونية تايوانية لحظة حدوث الزلزال من داخل استوديوهات البس وهي بتتكلم وممكن نشوف جزء من هذا الفيديو ده وهم بصوا الكبري يا جماعة الكبري وقع بالكامل ما بقاش كبري بصوا كبري طوله كذا كيلو متر خلاص اتضمر بالكامل وباقي منه الحتة اللي انتم شايفينها لا بقى حد يقدر يروح يمين ولا حد يقدر يروح شمال والكبري اتضمر بالكامل وده اللي يخليك تلاقي ولادك جنبك وبيتك حواليك وبتاكل وتشرب ان شاء الله ميا وعيش حاف او ميا وخبز تقول الحمد لله ووسق مقطع فيديو حالات الهلع في محطة كطرات بعد ان ارتجت المحطة ومعها كطار كان توقف لدخول المسافرين ووقعت زلزال على عمق 10 كيلو 10 كيلو يعني قريب جدا من اليابسة وهناك خطر حدوث تسونامي ولم ترد معلومات بعد معلومات عن الخسائر والضمار المحتملين وهنا برضو فيديو للكبري اللي نهار بالكامل لاحد بيقدر يروح ولاحد بيقدر ييجي وده ضمار في كل شيء وبرضو تقول الحمد لله على ما نحن فيه كل يوم حضرتك من فضلك تقول الحمد لله وهنا ادي مناظر للإعصار واللي احنا شايفينه للأصل للزلزال ونشوف بعد كده هنا هيئة المسح الجيولوجي الامريكية تحذر من احتمالية حدوث تسونامي بعد زلزال في تايوان بقوة سبعة واثنين من عشرة هم الشايفين الأغمار الصناعية انه ممكن يحصل تسونامي تسونامي لو تمه تكون في المحيط او في البحار ودخل على تايوان وعلى اليابان ممكن يدمر مدن بالكامل وحذرت هيئة المسح الجيولوجي الامريكية من احتمالية حدوث تسونامي عقب زلزال هذا تايوان مؤكدة انه قوته بلغت سبعة واثنين من عشرة درجة على مكياوس ريكتر مخالفة ما اعلنته بالامس انه زلزال كان ستة ونص ووفكم ما نشرته كذا وعبر حسابها اكدت ان المعلومات الاولية عن زلزال وقع في تايوان وفي ده بانه سبعة واثنين من عشرة لان محدش ميصدق سبعة واثنين من عشرة ده دمار 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 وبالتالي هم قاعدين دلوقتي بيتفرجوا بيشوفوا هل اقتراب وهنا اقترابنا ما دول الاف اليابانيين يحتمون وده بداية الاعصار اللي اتكلمنا عليه في اليابان فالمنطقة دي كلها اليابان وطايوان والمنطقة بتاعة بحر الصين والاسكا في امريكا كل المناطق دي دلوقتي في حالة تقهب كسوى وفي حالة رفع حالات الطوارئ لان دمار وغضب من الله سبحانه وتعالى على الجميع ولازم تقول اللهم ارفع غضبك ومكتق عنا لازم تقول ده حتى لا يصيبنا هذا الغضب مع ان احنا بعاد كتير عن الله سبحانه وتعالى وقلنا لازم نقترب من الله العلم والتكنولوجيا والجيوش والاموال كل ده بيقدرش يصمد ثانية واحدة امام زلزال او اعصار او تسنامي في لحظة ممكن تنشق الارض وتبلع كل هذه الابراج العالية ونطحات السحاب والبنوك في لحظة واحدة غضب من الله سبحانه وتعالى ممكن يفني هذا النوع من البشر اللي ينسى الله سبحانه وتعالى في الزمن اللي انتشر فيه قتل الام الاطفالها وقتل الابن الاباء واختصاب الابناء لاهليهم واختصاب الاباء لبناتهم وكل الناس كرهة بعضه وكل الناس بتغير من بعضه وكل الناس ما بتحبش الخير لبعضه وكل الناس بعد تعانى الله وانتشار الشزوز والمخدرات كل ده يا جماعة يخليك تفكر مليون مرة ان الله سبحانه وتعالى بيبدأ يغضب على البشرية وربنا يعني يرحمنا مما هو قادم وتاني بقولها لك القادم اسوأ وجهز نفسك ان انت تبقى قريب لله وتعود لله سبحانه وتعالى فهنقول اللهم ارفعنا البلاء والغلاء والوباء والحروب وانذر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين وقوله امين في كل ثانية ولحظة لم يتبقى لي الا ان اشكر حضراتكم على وجودكم معي لهذه اللحظة واترككم في رعاية الله وامنه استنوني في فيديوهات مهمة جدا النهاردة واتفرجوا على الفيديو اللي انا اشرت لي مهمة اوي اوي اللي نزل مبارح واشرت لي في هذا الفيديو و السلام طبعا ختاب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة